تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4200 وحدة سكنية في كافة محافظات المملكة استأنفت وزارة الإسكان عملية توزيع وحدات مشروع الرمل على المواطنين المستحقين بعد أن شرعت في توزيعه مع بداية تنفيذها لجدولها الزمني التفاصيل في سياق التقرير التالي وتيرة توزيع الوحدات الإسكانية في مختلف مناطق المملكة في تسارع فوزارة الإسكان تواصل جهودها في تغطية عملية توزيع الوحدات الإسكانية على المواطنين في المشاريع الخمس الكبرى وها هي تواصل عملية توزيع وحدات الرمل الإسكانية طبعا مشروع الرمل الإسكاني هو أحد أكبر خمسة مشاريع الوزارة الإسكان والتي هي المدينة الشمالية شرق الحد شارك سترة والمدينة الجنوبية والخامسة طبعا هي المشروع الرملي الإسكاني الوزارة الإسكان بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع المشروع يتكون من 3700 وحدة الوزارة الإسكان بدأت ببناء 1200 وحدة سكنية بتمويل في إطار الدعم الخليجي وبتمويل من المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمتابعة من صندوق التنمية السعودي والذي استحق الشكر على جهوده معانا وعمله الدؤوب معانا في تمويل هذه المشاريع والذي خدم الكثير من مشاريع في مملكة البحرين طبعا مشروع الرملي الإسكاني أحد المشاريع المتميزة والإن شاء الله بنيت على مخاصفات جدا هندسية وفنية جدا عالية المستحقون لتلك الوحدات في مشروع الرملي كانت علامات الغبطة والسرور واضحة على محياهم فعبروا عن بالغ سعادتهم بالخطوات الأخيرة المتسارعة التي تقوم بها وزارة الإسكان ضمن برنامج التنمية الخليجي والذي أسهم بشكل كبير في تسريع إنجازات الخدمات الإسكانية في مدن وقرى البحرين لتوفير المسكن الملائم للمواطنين وتمويل المشاريع الإسكانية فرحة أن بني آدم أول شيء أمكانية ما عنده ثاني شيء ما يقدر يستطيع أنه مثلا يبني لي بيت والحكومة ما قصرت يعني عطتني وحدة فرحتني وفرحت أهلي فرحت أزواجي بنتي فهذه يعني فرحمات الموصف مشروع هذا مشروع وايد حلو إن شاء الله الأفضل إن شاء الله لقدام وغير ما إن شاء الله يحصون ما حصروا يحصون إن شاء الله نشكر الحكومة الرشيدة ونشكر جلالة الملك ونشكر الوزير الإسكان بالأعمال اللي قاموها السريعة في هالسنتين هذي التوزيع كان سريع بقوة يعني واجد كثيرة مستانسين صراحة حصلنا فراملي ونشكر القيادة الحاكمة على هاي المشروع أمر الشعوري لا يوصف صراحة نساعده هذا اليوم والأهل بعد نساعده هاليوم وبصراحة يعني ما توقعنا يعني خبر أفرحنا كامل أشكر القيادة الرشيدة لمثمثلة بجلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد على الاهتمام بالمواطن وأشكر وزير الإسكان والقائمين في وزارة الإسكان على المجهود اللي قاعدين يبدلونه وفي خدمة المواطن ممت الباحة من كل موارقة من الحلم يعني ومستانس وأشكر رئيس الوزراء وولي العهد وأشكر وزير الإسكان والوكيل وأشكرهم كلهم والله يفرح نحن إن شاء الله يفرح كل الشعب البحرين إن شاء الله الإسكان يعطونهم إن شاء الله وكلهم يستاهلون كلهم يذكر أن مشروع الرملي يعد من أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن استراتيجية بناء مشاريع مدن البحرين الجديدة حيث سيوفر المشروع أكثر من ثلاث آلاف وستمائة وحدة وشقة سكنية تم تصميمها بنماذج مختلفة تلبي متطلبات واحتياجات مختلفة فئات المجتمع وتقدر مساحة المشروع الإجمالية بمئة هيكتار ويتضمن العديد من المرافق والخدمات المتنوعة كإنشاء المدارس والمساجد والخدمات المجتمعية بالإضافة إلى الحدائق والمسطحات الخطراء خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين